طب بالمناسبة قولي فلسفتك إيه في تربية الولاد لأنه انت ممكن وانت بتبصي لهم كده تقول أيها أنا حطبق عليهم بعض من النظريات اللي هي بقى أنا ما يهمني هم شو بيشتغلوني يبقى يقص شاورمة خلي سوي شاورمة حبيبي انت مرتاح هل هذا شغفك؟ هل بتكون مبدع في هالمجال مش أي واحد مبدع مبدع وأفضل نسخة من ماجد وأفضل نسخة من خالد في المجال اللي انت عندك شغفي واهتمام وما يضر أي حد ثاني توفق الله يوفق ما بعيش أحلامي من خلال أولادي لو أنا ما توفقت كلاعب كرة ماحتاج ولدي سوي لاعب كرة لو هو يحب يكون لاعب كرة الله يوفق وأنا داعم لك بس لو تبقى تكون شيف تبقى تكون رسام تبقى تكون موسيقار كيفك؟ فهال من الشيء اللي بطبقها والمنطق خالتي أكلمهم مثل أصدقائي ما في شي غصبا عنك بس عشان أنا أبوك شو يعني بس عشان أنا أبوك؟ منه عطاني السلطة أن أجبرك تسوي شيء وما دا ما يستسوي شيء غلط منه أنا عشان أجبرك؟ لا عشان الأنا اللي عندي أنا أبوك غصبا عنك بدون أي شرح تسوي لا لازم أشرح لك لازم تيب العجلة اليوم طب هسألك سؤال شخصي هل أنا أصلا بشوف إيه؟ أنا بشوف أنه بعض الناس بس بسيطة أعدادها بسيطة قوي في العالم اللي هم يسورون على نظم التعليم في أمريكا بقى وهند وحاجات كتير يعني فيبتدي يبتدع التعليم من البيت بيحط ابنه في البيت ويعلمه ما شاء الولد أنه يتعلمه يوفر له دراسة منتظمة وأرقام وكل حاجة في البيت فتفاجأ بأن في عالم بيحاضر في الجامعات بره عنده 12 سنة لأنه عبقري في الإلكترونيات وعبقري هو ده تعلم في البيت أنا وبناديش أن ده اللي يحصل بس أحيانا ممكن يكون حل للماسز اللي بتطلع كوبي 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 كلهم استيريو تايب يعني بنعلمهم كلهم مش عارفة إيه كده يعني هل أنت من أنصار أو ممكن تكون أنصار هذه النظرية في وقت من الأوقات؟ عنا حتى في الإمارات في ناس يسمونه هومسكولينج التدريس المنزلي بس أنا شوف أن تخسرين شيء وايد مهم للأسف الحيالة اجتماعية والتعامل مع الناس يعني مرة الواحد من الأصدقائي قال لي أنس لو تقدر تدرس تقدر تضمن شيء واحد في أولادك شيء واحد ما تقدر تختار أكثر عنه واحد شو أهم شي عندك أنت أن والدك يكون في هالصفة فسألت أنت شو قالت ثقة في النفس عشان لو ولدي واثق في النفس بيقدر يسوي أي شيء فأنا شوف منه هم الصفات في الإنسان في هالدنيا هل عنده مهارة التواصل مع الناس عشان إن شاء الله تكون أذكى إنسان بس لو ما حد يحب يكلمك وما حد يحب يتعامل معاك بتفشل في الحياة إن شاء الله أذكى معالم في الدنيا بس ما حد يحب يتعامل معاك وما حد يتبع تعليماتك وما حد يبقى يسمع لك فيمكن المشكلة يوم أنت تتربى في البيت تدرس في البيت هل عارف تتعامل مع المتنمر هل عارف تتعامل مع الانطوائي مع المدرس السهل مع المدرس الصعب هالشي تحتاجها وايد والعلاقات اللي تبنيها في المدارس هالعلاقات اللي تبقى معاك حق 30 سنة صحيح هالشي يمكن تخسرها للاقسف نحتاج مزيج توازن مش موجود يعني طب أنت بتشوفهم قد إيه بناء على كده هل أنت مختلط بهم بكسافة ولا مؤقت أحاول أشوفهم من ثلاث لأربع مرات في الأسبوع كويس يعني أحس أن أب أفضل بعد الانفصال عشان يوم كنت متزوج أظن كنت يعني ما أخذها عراحتي آه أتأخرت اليوم في الشهل خلاص ناموا ناموا بشوفهم بكرة والواحد ما يأخذها بجدية بس يوم انفصلت حسيت بمسؤوليه أكثر وحسيت بتبنيه ضمير أنه قلت لازم كل جدولي تمحور قدر الاستطاع على هالأيام اللي يشوفونا في الكالندر الفريق كل يعرف هاليوم ويا أولادة هاليوم ويا أولادة لا تحطوني أي شي عشان ما يشتوي أقصر في هالوقت عشان لو تقصرت بتعود ولو تعودت نسيت أولادي صحيح فوايد ملتزم بهالشي برافو عليك والله مين فيهم أقرب لك؟ اللي حي ما أعرف صراحة غير أظن نينتهم يعني اللي شبهتك شكلاً اللي شبهتك موضوعاً اللي شبهني يقولون أكثر ماجد اللي أكبر بس نينتهم حبايبي كل واحد اللي عنده نكهة تعرفين؟ وتعرفين خالتي شي سويته وأتمنى الناس اللي يشوفون برنامجة يمكن يجربون هالشي شي جربت عليه ووايد مشاه فمشي معاي فأتمنى يمشي مع الناس واقتراحتي على بعض الناس على قد ما تطلعون أولادكم مع بعض اتأكدوا ضروري أن تطلعون مع كل واحد بروحه بنفسه فأنا سوي يوم الخميس سبوع ماجد سبوع خالد بس أنا هو وحبايبي يقولون بابا لا توقف هالشي هم هم عقبهم النظام يقول بابا حبيبي هالشي لا توقفه عشان لا تنسين يستعطينا الضوء الكامل خصوصا الأصغر الأصغر يوم في ظل الأكبر يمكن شوي يستحي يمكن ما يقول راية ولا الكبير يقول أنت غاب يسكت بس يوم هو بنفسه مع الأبو ولا الأم عنده فرصة كيس شو سويت في المدرسة اليوم أخوه ما بيقول لا شال الموضوع السخيف لا آه صدق رسمت رسمة حلوة شو رسمت شو قالت لك وتتخليف مواضيع وتتنمين هالثقة في النفس والتعبير فقدموا حلو يطلعون مع بعض ضروري تطلعون مع كل واحد صحيح ربو عليك والله